اشتركوا في القناة نعطوها لكم من قبل ونشاء الله تعالى نخديكم الرابط في صندوق الوصف بإذن الله تعالى المقاسات كما نعطوها من قبل نزيد ونعودو لكم عندنا الطول تاع الصاكة هذا 19 سنتيم العرض نتاعه عندنا الجهة الأمامية 8 سنتيمات 8 سنتيمات على 12.5 سنتيمات كما راكم تشوفوا اللي هنا في الصورة عندنا الجهة اللي يرك فيها القفل 3 سنتيمات 6 سنتيمات على 3 سنتيمات 3 سنتيمات في الارتفاع و 6 سنتيمات عرض عندنا ندخلوا باش نديروا الإنحناءات 1 سنتيمات الجهة العلوية والجهة السفلية كذلك الجهة الأمامية نفس الطريقة عندنا الجهة الخلفية وعندنا هذا العزام ماذا الطول 28 سنتيمات على 5 سنتيمات وهو العزام ماذا نعطو لكم فاسمو في الوسكاي وعندنا القطع اللي هنا اللي تجي تحت القفل هنا في التصميم نعطنا لكم هذه الكوبنات وعندنا لكم الكوبنات وهو من نفس الموديل من نفس الموديل ونحن نخيط لكم هذا المطلسي ونفصله من نفس الموديل كم هذا كم هذا ولكن هذا الكوبنات يتخيط على بره والمطلسي يتخيط الخياط ونحن نخيط لكم المطلسي ونحن نخيط لكم المطلسي هو الأول وإن كان إن شاء الله متسع نخيط لكم هذا اللي الخياطة تعود على بره إن شاء الله هو نفس الموديل ما يختلفه في المقاسات كما بعض نحن نضغي هذا الحمر ونحن نقوم هذا المطلسي نحن نخيط لكم الآن المطلسي ونحن نفصل الحزاب 28 سنتيم على 5 سنتيمات معه لدوبلور نفس المقاس سعوه هذا واحد هذه الجهة الأمامية 8 سنتيم طول ونصف عرض وعندنا الجهة الأمامية مع الجهة مع الكوفر مع لابار اللي يركفيها القفل حنا كلنا فصلنا حنا عندنا دو دوبلور عندنا زوج قطعة الدوبلور اللي وحده تيجي في الواجهة وحده تيجي في الواجهة أما القطعة هذه هي اللي تكوفري لابار القفل سوف تدخل حتى الجهة السفليية يعني تختلف عن القطعة كما قم نشوفون نحن نخيط لكم هذه هنا في هذه القطعة تتغير القطعة بدل ما تكون 12 سنتيم و نصف على 6 و نصف تحاولوا تحاولوا تطولوا فيها شوية بدل ما تديروا تديروا 13 سنتيم طول يعني تلغيوا القطعة التي يشتوها في التصميم وتعوضوا بوحده كما يعني تزيدوا أبار تزيدوا في القطعة في الطول تزيدوا فيها 6 سنتيم تظن تحميل الغربة و هنا ما تأتي تصميم 6500 منطقة هنا سلسلة بمتر و عشر سلسلة 15000 م تصميم بالجملة 9000 تسع الاف عشر الاف هنا اللي يحب يدير القفل هذا يدير القفل هذا واللي يحب يعوض بالمغناطيس هذا بالقفل هذا وهو لطوب كيف يسميه لطوب هذا تعوض بهذا ولكن إذا كنت يسوى هادي باش تخفي لطوب هذا ديري هذا انا راح نستعملك هذا القفل اللي راكم تشوفه فيه عندنا كذلك عندنا كذلك الكروشي عندنا دو كروشي هادو دو كروشي صغار اللي يركبه في السلسلة وعندنا لزانه كذلك زوج قطعات عيزانه وعندنا هادو اللؤلؤات هادو نديرو تسع حبات كما راكم تشوفوه وعندنا هادو 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 حلقات هادو كما راكم تشوفوه هادو هاتو حلقات هادو هادو على هادو سوف نقوم بعمل هذه اللؤلؤات سوف نخيطها لكم ونعطوكم كيف نخيطها خياطها داخلية ونعطوكم كيف نركبها ونعطوكم كيف تركبها السلطلاء سوف يكون جاهز أمامكم لدينا هذا السيلان هذا السلان سوف نقوم بعمل الرلو سوف نرى هنا هذا السلان الذي نضعه فيه سوف نرى هنا سوف نقوم بعمل 10 ألف وحوالي 50 متر خمس سوف نبدأ في المشينة بإذن الله تابعوا معنا بإذن الله سوف نأخذ الواجهة نضع الواجهة نضع الواجهة سوف نضع الواجهة نضف سونة نضع الواجهة نضع الواجهة نضيف حشياء صغيرة نضيف حشياء نضيف حشياء نضيف حشياء نضيف الحشياء نضيف حشياء نضيف حشياء نقوم بإمكاننا التراثيين عيننا 8 سنتيمتر لإرتفاع الواجهة كما رأيكم وعيننا لاببار سوف نكفر وهذا الجهة السفلية ونخيطه كما نقوم بإمكاننا التراثيين نضع الكوفير انظرنا بعد أن نقصه بعد أن نقصه بإمكاننا التنمييف ونرأى ان sigue وسهsized مع Maggie ولنضع عمğimiz الآن سوف ن PRESIDUCE لذلك سوف نتعزل فقط فتح لنا ثلاث سنتيمات منه ثلاث سنتيمات منه ثلاث سنتيمات منه ثلاث سنتيمات منه ونعوده نعوده لكوبه نقيته شوي بركة 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 هكذا اجدرنا هنا نحينا شوية ببنج لنا لن يجب أن نقص هذا القفل لأنه لا يوجد نوع من خشين خشين كثيرا نقص هذا هذا الزوائد سوف نرى نقص هذا القفل سنقص قلبه نجعل قلبه نقص قليلا نقص قليلا نقص قلبه قمنا بتقليل الكوفير كما رأيكم قمنا بتقليل الكوفير ونقوم بتقليل الكوفير كما رأيكم أضرب مباشرة ونقوم بتقليل الكوفير ونقوم بتقليل الكوفير ونقوم بتقليل الكوفير كما رأيكم نضيف نجاح ونضيف نزيل نقوم بالتفكير نضيف البيض من الجهاز الوطن كفر الحزام 28 سنتيم على 5 سنتيم نلتقى الابطار التي تزيدها لها وعودها في الأولى نضعها ونضغط الواجهة نضغط الواجهة نضغط الواجهة أين يبدأ الهزام و أين ينتهي الهزام هنا تراثينا الوجهات يعني لا تراثي الأول ما نعتمد عليه ونعاوده ونركزه نعاوده وشن لئيرو نحطه التراثينا هنا البداية والنهاية نحن لا تراثي كله ونحن تداء الجزء نحن نأخذ ألعاب النهات نضعها كأسة كثائه هشيات نتقل فيها ونخيطه نص سنتين ونعاوده ونمشي معه هنا نجعل فتح صغيرها هنا نجعل فتح صغيرها واذا نديره نحن نقصه صونتين زايد صونتين زايد على طرس قمت بغطأ مكانه قمت بغطأ زيادة تحتاج إلى مكان حمس قمت بغطاء مكانه بغطاء مكان مقدس سأزغير 50 cm ثم نقص على جذب الآن نقص على البلد نبستل الغد و نحكم على بنسبة 30 cm من المسكين نمر قليلاً نرد نص سنتيمة الداخل نضع خياطة الماء نضع الماء نضع هذه العملية نضع حزام نضع حزام نضع حزام نضع الحزام نضع الطريقة نضع الحزام نضع الحزام نضع الحزام نحكم ساكوشا نقلبها جس جس يعني ان هنا تبعا بغضهم كنديروا العلامتنا لا نديروها تحت نديروها هنا فوق الحزان نعاود نعلم العلامتنا نحن كنا علمنا العلامتنا نزيدنا نأخذ الجهة الأمامية نزيدنا نعاود نعلمها نديرو نحط الجهة الأمامية نعمل نأخذ الحزان نضعوها على العلامة العلامة عند العلامة كما راك نشوف نعاود نمشي معه أسكو جس جس ومش جس أسكو نوصل العلامة هذي كلها ما نوصلوش هنا كنا وصلنا للعلامة كما راك نشوف احنا وش راح نديرو هنا راح نخيطو نغلقو الساكس عنا كنا stronger هذه الأمامية كما راح نحن اخذ الحزان كما راح نعمل نعرض طاق جس ومشي مع الوجود انا هنجزد جسا انا ذلك الكل شيء مضبوط انا كل شيء مضبوط انا هنجزد رون فرسي وان ضاريت انا انا كلنا خلصنا اكس انا كما راكم نشوف كل هنا انا وش را عندي يروضرك هذا ساك أصغر ساك في العالم في 8 سنتيمات طول و 15 سنتيمات طول ساك في عرض هذا ما سوف نقوم بإمكانك عندما نقوم بإمكانك سوف نقوم بإمكانك قبل أن نقوم بإمكانك الأيان وسوف نقوم بإمكانك ونقوم بإمكانك نقوم بإمكانك الآن بإمكانك يجب أن نقوم بالدخل نحن نقوم بالجهة الأولى نحن نقوم بالجهة الثانية نقوم بالجنب نقوم بالجنب نحن نقوم بالجهة نقوم بالجهة من الدخول نقوم بالجهة و كانت العقل بالجهة و سنحصل بعض الهاتف و نقوم بالجهة يجب أن يكون هناك أليق و جميل نعم نعم بإذن الله تعالى نعم نعم ندخل هذا الأمام نعم 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 نحن نبده نعم نعم نمس نعم نسل اشتركوا في القناة نغلب صاك وننزل نغلب صاك ونعود لقناة لنضيف القناة لنذكر الخياطة التزيينية قبل أن نقرد الحيوة من المنزل نبدأ نضعه من خياطات الجانبية نضعه نضعه نصف سنتين نروعها بشوية بشوية نروعها بشوية نروعها نضبطها ونروعها نروعها نداخل شوية نروعها نروعها وبالتخifa ونض osteو probably نروعها من المصار يحضر نقري وينترك البيئة الأخرى هذه الأشياءtense ونيتوى كمرفة نحن قدرنا الخياطة التزيينية نحن نجيو العملية كيفوش نركبو قفلت عنا نحن رح نقلبو الساكس عنا سيبون الساكس عنا رح نقلبوه نحن قبل ما نقلبوه نحن رح نحكم غوصت عنا نحكم شوية خياطة لعنا برك مع الجناب مع جواني شوية اليمين وشوية اليسار شوية برك نحن نستطيع اليمين والقدار انه نقلبو الساكس عنا وسنقلبو الساكس عنا سوف نضبط المكان لكفاسه سوف نضبط المكان لكفاسه سوف نضبط المكان لكفاسه نضبط المكان لكفاسه سوف نضبط المكان نضبط سوف نضبط المكان سوف نضبط المكان لكفاسه من العين نعم كنا سايركبنا في الهباء نعم كنا سايركبنا نعم 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 مجموعة نزالة نضع هنا موقفها موقف على جهاز هذه واحدة وهذه هنا اثنين واحدة اثنين سنضبطهم بالمقياس سعم لدينا 10.5 سنضبطهم 10.5 10.5 10.5 ونضع فلس كما ترى نحن نقوم بإضافة ونضع فلسط ونضع فلسط ونضع فلسط ونضع فلسط ونضع فلسط ونضع فلسط سنضع ونضع ونقوم بإزافة انضع فلسط واحدة فلسط سنقوم بمتع ثم انظر سوف نجهز لكم هذه اللؤلؤات سوف نضيف 8 حبات أو 9 حبات سوف نضيف 3 6 8 9 نحن سوف نضيف أن نضيف 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 وضيف ثم نضيف 4 حبات نقص انظر لدينا هذه الحلقات التي تشاهدون فيها الصغيرين التي لا يوجد هذه الحلقات ومن يتباعوا بالميزاء على كلها 100 فرنك يعطيك حوالي 20 حباء أو 30 حباء التي لا يوجد هذه الحلقات تركبها في الإيزان تركبها في الإيزان في بلس الحلقات هذه سنركبها نقوم نقوم بإمكانها ونتقوم بإمكانها ثم وكذلك وكما في الحلقات تركبها تركبها في الساق ساعة أو الأول تركبه في الساك لماذا لأن الحلقات هذة هما هما اللي رحيني يحكو اللؤلؤات هذة يخرجوش نحن بعد نعود نركبه اللؤلؤات 1 الزوج 3 3 3 4 4 5 نحن كنا ركبناهم ونحن نعود وندخلوا هنا كما رحك نشوف نعود وندخلوا نعود وندخلوا نعود وندخلوا الزوج هنا هذا كما رحبها نعود وندخلوا قه given كما رحب اشتركوا في القناة نضغر عليها مكا سجن الناس ثلاثة ثم ثم نضغط الضغط مرحباً لدي مرحباً 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 كما ترى السلسلة سوف نركب 2 كروشي سوف نركب 2 كروشي سوف نركب 2 كروشي سوف نركب 1 كروشي سوف نركب 2 كروشي سوف نغلق 1 كروشي سوف نركب 2 كروشي سوف نركب 2 كروشي النار وبذقة عالية شاركوا معنا في القناة وإن شاء الله تعالى دائما معكم وصحف طوركم وصحة صفوركم وإلا لقاء إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى شكرا